النهاردة قمة السبعة الكبار وطبعا هذه القمة زينبولا حاكو فرنسا حشدت حوالي 15 ألف جندي لتأمين هذه القمة في المدينة مدينة بيرتيز وبالتالي هذه المدينة زينبولا حاكو تخضع لسيطرة أمنية في نقاط ممنوع فيها تحرك المواطنين العاديين في هذه المنطقة زينبولا حاكو شايفين مدينة سياحية مدينة زينبولا حاكو الملوك والأمراء والأسرياء منتجع يتخذونه من هذه المدينة ولكن هذه المرة أصبحت تتحول لاستقبال الكبار في العالم خلال هذه الأيام التلاتة رئيس ماكرون طبعا استقبال لكل رؤساء الدول المنشاركين في هذه القمة قمة هيكون فيها ربما لأول مرة لن تخرج عن هذه القمة لن يكون هناك بيان في نهاية القمة لن يكون هناك بيان صحفي بمعنى بيان صدر عن القمة لأنه حصل في القمة الماضية التي كانت في كندا صدر بيان وبالتالي حدثت مشاكل من الرئيس ترامب لم يكن سعيدا هذه القمة كما تم الإعلان عنه مبارح أنه ما فيش بيان صحفي في النهاية ولكن سيتم معرض الكثير من القضايا خلال هذه القمة واللي بتنطلق زينبولة حضرتكو خلال هذه الأثناء ومشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح الزيزي في هذه القمة الرئاسة الفنسية كانت طرحت مجموعة من القضايا خلال هذه القمة هيكون على رأسها التحول الرقمي في إفريقيا وتعزيز دور المرأة ريادة الأعمال المرأة في إفريقيا من القضايا الكثيرة الموجودة ولكن العنوان الرئيسي لهذه الخمة التي ستنعقد في هذه الأثناء الإرهاب والتطرف والجرائم الإلكترونية وكيف يواجه العالم وتحديدا الشركات الكبرى جوجل وغيرها إزاي يقدروا يواجهوا فيسبوك رسائل التحريط الإرهابية عبر هذه الشبكات المليارية في مختلف دول العالم وإزاي تستطيع هذه الشركات الكبرى مش مجرد الأعمال التحريطية لكن حزف أيضا فيديوهات أو رسائل تحريطية وعدم المساعدة في ترويج الرسائل الإرهابية ربما جزء من العنوان المهمة التي ستكون خلال القمة المتحدة